أم محمد من اليمن تقول ساكنة في منطقة و الناس فيها يجون لما يجي رمضان ما يصحوا و ليسألوا حتى الأضحية ما يضحوا و معهم رواتب يقولوا مش لازم الأضحية نحن ننصح ما يسمعون الكلام تقول ما نصيحتك يا أخي محمد والله هذا السؤال مؤلم جدا سؤال مؤلم جدا أم محمد تقول نحن في منطقة الناس فيها لا يصلون و لا يسألون و لا يضحون أخت الفاضلة خلهم يتركون الأضحية أين الصلاة الأضحية سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم واجبة عند بعضهم لكن هذه المسألة أسهل من ترك الصلاة أسهل من ترك الصلاة وأسهل من ترك الصيام الصلاة أعظم ركم من أركان الإسلام بعد شهادتين الصلاة سماها الله إيمانا واضح بأن هذه القرية و هذه الناحية التي تسكنين فيها غلب عليهم الجهل أين العلماء في اليمن أين طلبت العلم في اليمن يزورونكم و يذكرون هؤلاء و يعلمونهم إذا هدموا الصلاة هدموا الصيام و هدموا الزكاء و هدموا الحج طبيعي جدا الصلاة هي عمود الإسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام و عموده الصلاة الصلاة عمود الإسلام لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك أنا أنصحك ولعل إن شاء الله يكتب الله عز وجل خير على يدك تذهبين أنت زوجك أو أنت محارمك الوالد أو الإبن أو الأخ إلى أقرب قرية فيها طلبة علم فيها مشايخ تقول تعالوا أنقذونا مما نحن فيه من الجهل عندنا أناس لا يقيمون لشعائر الله وزنا لا يقيمون لشعائر الله وزنا نسأل الله العافرس عندهم رواتب وعيضا يقولون لا إله إلا الله وما يصلون وليصمون ولا يضحون شيء مخيف شيء محزن والله يقطع نياط القلوب لذلك أختي الفاضلة النصيحة لك إن شاء الله من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه أنت سألتها السؤال ولعل الله عز وجل فتح لك باب خير من هذه النصيح اذهبي أنت أو وكل الوالد أو الزوج أو الإبن أو الأخ يذهبون تعالوا أنقذونا من من الجهل الذي نعيشه في هذه المنطقة ما يصلون ولا يصمون ولا يزكون ولا يضحون تاركين لجميع شعائر الإسلام ولو رجعنا إلى كتب الفقهة هؤلاء يعني في شر حال هؤلاء نسأل الله العافرس تاركين لشعائر الإسلام الظاهرة فقل لي افعلي هذا الشيء أختي الفابة صلى الله تعالى أن لا يحرمنا وإياك الأجر تاركين لشعائر الإسلام الظاهرة